اشتركوا في القناة الله يسلمك اشتركوا في القناة 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 الأول أحب اليلو نوب. حلو. وشن اللي يميزه؟ اليلو نوب طال أمرك يعني طير ذكي يحفظ جمل يعني جمل طويلة يعني إذا رجل يوصل آيات قرآنية يعني أنا عندي طير حافظ صورة الأخلاص كاملة حافظ صورة الكوثر كاملة. تباكرا. وفي ثلاثة عشق نية. يعني ما يسير أغاني وغران. بس أنه حافظ يا جماعة يعني. حافظي. وطبعا الكلام العادي يمكن يقول فوق ثلاثين أربيعين كلمة يعني. ماشاء الله. ماشاء الله. إيه فكمية وهم ياخذ زيادة لو تلقل وتحفظ وتجابل هم ياخذ زيادة كامل يلو نوب. حلو. براك قلت لنا وشن الفرق بين الهولندي والأفريقي؟ أهو ماكو فرق بس من أي ناحية تقصد من ناحية الذكاء أو من ناحية الولافة وهو مصغار وهو يعني على حسب يعني الأفريقي والهولندي إذا يبت أفريقي صغير بعمر ثلاثة أربعة شهور طبيعي مصيود من غابة مو شايفة بشر فراح يكون بالبداية خاف. بس هو صغير بالعمر ترويضة سهل. الهولندي طرح من البيضة يقع يشوف بشر حوالينا. هم اللي يعسونا ويقلونا بالأذرة. فإيكي هنا يواصل عمر ثلاثة أربعة شهور ما في خوف من البشر. ما في خوف. حتى لو كان في خوف بسيط يكون البريدر اللي بيشحلك من بره عنده كثرة طيور فتلقاه يحطهم بس يعلفهم قبل الشحن بسبوعين أو بشهر. فيصلون شوية فيهم خوف بسيط. ومو معلمهم على صاعدة اللي بس ترويضهم وتدريبهم سهل ما ياخذ ثلاثة أربعة أيام. ما ياخذ ثلاثة أربعة أيام. الأفريغي منموم شهر عشان يصير حالة حال الهولندي. بس من يعني يصيرون ربوة اثنين هم ما كو فرق. من يتكلمون اثنين هم عندك هولندي عمره سنة. أفريقي عمره سنة. هذا مثلا في كلمة كلمتين. هو مبلش على الكلام. كسعر بالسوق نفس القيمة. نفس القيمة. بس فروخ. لا. الهولندي سعره أغلى لأنه تكلفته من بره أغلى. لأنه تكلفته من بره أغلى. اللي هو يسمونه هولندي طبعاً هو مؤياي من هولندي. هو إنتاج مزراعة. هو كل اللي بالسوق هني بالكويت عندنا من إنتاج مزارع جنوب أفريغيا. بس على الطريقة الهولندية لأنه اللي قاعد ينتجونهم هولنديين إنجليز فرنسيين أصو. بس هم أساساً من جنوب أفريغيا. أنا رح جنوب أفريغيا كذا. ورحت لهم وناقف شفت لهم وزارعهم. وشفت المزارع والبريدرية والإكسبورتي لأنه لأنه في بريدر اللي هو المنتج. وفي واحد إكسبورتر اللي هو هو يصدر لي. اللي هو يصدر. يعني مو المنتج اللي هناك هو اللي يصدر لك. فهمت علي؟ حلو. لأنه ما في منتج عنده فوق الأمية الطير. المنتج عنده مزارعة عنده عشرين يوز ثلاثين يوز. عنده ثلاثين أربعين فرق. أنت تابي مثلاً شحنة كاملة. أكلمك اللي بالسوق اللي ينزلونه هنا. حلو. فيحتاج منه الإكسبورتر. في وايد إكسبورترية اللي يمعلك. اللي يمعلك. يشتريهم الإبرودرية ويشحنهم. يشتريهم الإبرودرية ويبيعلك إياهم. شذي يعني. وما عندنا مزارع بالكويت. في عندنا مزارعة صايغة. ما شاء الله يعني متميزة. ايه ما شاء الله يعني انتجوا شغلات حتى بالعالم. ما. أو لا لا مو بالعالم عفوا. بالوطن العربي ما انتجوها. يعني في في طفرات. وهم عندنا الأخونا محمد النجدي أنتج مكاو. أهو سمى. أهو سمى التركيبة. أهو سوى تركيبة. أهو سوى الجينات وركبها. أيواش. وطلع على كاسكو يديد. طلع على مكاو يديد. ما شاء الله تعال. يعني هو كلمة كاسكو. الناس العوامي يسمون أي طير ناطا كاسكو. أهو لا الكاسكو الرمادي. نحن الأخصاص الكاسكو اللي هو الرمادي. حلو. المكاو العود اللي أزرق بأصفر. اللي ملون. اللي ملون. وفيه منا أحمر بأصفر. اللي هو السكارلت. وفيه القريب أحمر. وجناحة أخضر. فهذا يصير بينهم تركيبات. يطلعون شي حلو. مثلا سكارلت مكاو. مع بلو هند قولد مكاو يطلع لك كتالينة مكاو. هذا هجين. أخونا النيدي الله يطول بعمره خلال شامرك مكاو وبلواند قولد مكاو طلع انتاج وايد حلو وطفرة جديدة سماها وهو شامبلو 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 شاب يضغطونا شامبو فصارت هذا يعني انتاج جديد فعندنا بالكويت ناس تينتاج وانتاجه مصعب موسهل ناس ما الناس تعتقد لان انتاجه مو بس يبذكر وانت ما وصلت ما حاولت هذا مو يعني مو هوايتي هذا لاين ثاني غير اللاين اللا انت مااشي فيه انا اللاين هو شيء تدريب وتربية تربية كبت بالبيت الانتاج لا يا محمية عندك مزرعة او مثلا محمية عندك بالسطوة حوايين كان والطيور ما تمر عليه الا بس مرة تعلفهم تحط لهم الاكل ومع السلامة بس بس حتى يعني في ناس انتجة طيور بالسنين تلقي خمس سنة عشر سنة مااشارف اي وازع ويه بوي قبل لا يديش يطق الباب يدشون خاناتهم لطيور اهه ويديش يحط الأكل وامور هذا ويطلع وماشاء الله اذا ونقول الكاسكو كثير اللي بيض الكاسكو ثلاث بيضات من بيضتين لثلاث بيضات كيف يقدر ياخذ الموضوع عشان يعني يعني تفقس عشان تفقس البيضة انا بالضبط ما ادري بس لان انا مختصاص الانتاج عشرين لي خمس وعشرين يوم يعني ما يطول ها مو اكثر لا مو اكثر وفترة الهم ان يحضن الطير هم من اسبوعين لثلاث سابع بعدين عاد الشاب اللي ينتجون يبدون ياخذون الطير عشان يعلمونا على الابرة بالعمر هذا يكون عمر السبوعين تحتم ابو عشان ياخذ الفيتامينات ويعني ياخذ المناعة القوية من الام والابو وتالي يتاخذها تحطها بحظانة طبعا عند رجز حوال ثلاثين والامور هذي يعني انه تحافظ على صحتها وما يحوش هوا تيار هوا لاني اكبر غادي شرع بعمر الثلاثة الشهور يبدو يطير هني ممكن تطلع بالتكيف يعني درجة 25 ايه 26 ليه بعد السنة ممكن يعني انا عندي طيورة حط من درجة حارة 20 بس فين طبعا لا فيه الناس ممكن يسمعوني يسوينا ثاني يوم مو بيوم وليلة موتي بفرق على طولة حطة 20 تحط فترة يعني فترة طويلة عندك لا مو بالحظانة كلمك طير طلع من الحظانة طلع من الحظانة لازم يكون درجة حارة مناسبة له عشان بالذات الافريقي الكواسكو او الهولندي الافريكان غريل الافريقي الرمادي هذا بالذات طير مناعته ضعيفه طير موات خصوصا لما تاخته فرخ اذا تحطه بمكان تكييف او مثلا مكان تيار هواي حوشة او مثلا حتى احيانا لو تغير عليه الاكل مثلا تتاخذه من السوم من محل معين حلو الاكل اللي قاعد يعطيه رائي المحل سأله شنو الاكل اللي قاعد تعطيه مثلا في مركات وايد في رودي بوش في زوبريم اللي هو الاكل السريلاكا اللي هو مال العس البودر يفضل انك توكلها نفس اكل نفس الاكل ايه نفس الاكل اللي قاعد يعطيه هذي من الامور لمساعة كيانا الحمدلله قاعد اشتري فروق وايد والحمدلله ما قاعد يأسر اموات عندي لانا عندي خيورة اعطيهم نفس الاكل في عندهم مكان مخصص ما احوشم تيار هوا اطلعهم لازم اخليهم يفرشون جلال نفس ما قاعد يمساعة يتمقى طيب خليهم يطلعون اول مايون طبعا يتوهم وصلين برا اعطيهم مضاد حيوي شنو هو يعني انت ممكن تروح اي صيدرية بيطارية انا ما عندي خيور البيطاري بس ارو حقي هالقطصاص واسألهم اقول انا عندي دفعة او عندي مجموعة طيورة تونية من برا ابي يعني كورس مناعة او كورس تقوية يعطيك شغلات مضادة حق امراض السلمونيلا الكوكسيديا هذا الامراض اللي قلت لعنها تموسا ايه هذي اكثر امراض تحوش الطيور الناطق الطيور بشكل عام بس خصوصا الفروق يعني الكوكسيديا والسلمونيلا وطبعا الدود اللي دائما يقول لك الله كرم السامع انه والله صار طيري فيه سهال وكذا صح اكثرهم شديد ايه لانه دود يكون ماء يقعد يأكل الطير فتلقى بس يشرب سوائل وما فتكرم بطنة يكون واللاحظة دائما من الكوكسيكو اذا اهملت تلقى انت في ريشة ايه الكوكسيكو الافريكين غير رمادي ويتحساس طير ويتعليق براعية يعني اذا ما جابلت ايه وطبعا مو بعمر اربع ستشورته وما تكونت شخصيته بس اكلمك واحد صار له سنة سنتين طير ادرك قامي عرف رائية خلاص في في ناس وايد وسمعنا قصص ان يعني الله يطول بعمرك وعمر الحاضرين واحد مات طيره مات وراه ايه وسمعنا قصص وايد سمعنا ايه ومناس مصداقية ايه فالشاد من الكرام انه في طيور اذا مثلا كان متعود على سيستم معين ومتعود على رائية معين وكذا وانهامل او رائية مموجود يدي ينتف نفسه ينتف ريشته والناس عبالهم هذي حساسية ايه صح انا اخبرها انا انا واحد من الناس اللي صارت فينا ايه ايه انا اشوف انا وجهة نظر انا اشوف انا ما في شي اسمه طير حساسية حق الطير ما في ايه ايه تلف بالريش وهذا في فيتامين وادوية حق الريش اتروح البيطاريطبع يواجهك اكثر ومشكلة لا عندنا بطاري عزينة بالكويت حق الطيور الحكوه حق كلاب يطيق قابرة ولا يعطي شيء أوفردوز يصير فيه تسمم دوائي ويموت الطير ويموت وتقول يقول لك لا يفتون نوعه ما في الشيء وانا انت يبتلق يلا نقول لهم معلش وما شاء الله نشفنا عندك فندقة والتدريب ايش رحلنا يا انا اتخصصي طال عمرك التدريب احب ادرب حلو هوايتي قبل لا يكون ان انا والله شغلة خليتنا بيزنس وحلقاتهم رزقة ان واحد طيرا ما يصعد عني الطيرا يعظ ما تقدر تمسح عليه ااخذ عندي ياخذ له من اسبوعين لا عشت ايام على حسب حالة الطير في طيور ما تطول لان اساسا الرائعة كان يوكلها من اليد الطير اساسا ما يخاف من اليد وايد لان الطير عباله اليد كائم سبحان الله فيخاف من اليد انت لازم تعطيل امان من اليد بالبداية فالبداية طيرك لو كان يكافخ بالقفص يعظ الامر هذه اول شيء شيل عنه القفص خليه على ستاند حلو لان الطير امان القفص فانما يكون بالقفص ما يبي كتيل لا يبي يدافع المكان ماله كذا فانت اول خطوة تسويها ينسي القفص كله على ستاند طبعا عند قصة جناحة جناحة كامل عشان يبقى ونبي الكلمة السرية اللي قلتها لانه لو مات العسل مالة العسل ايه موضوع العظة بقى اساس العظ ايه الطير اذا كان يعظ العسل طال عمرك تحط على صبعك او ايدك يعني تدهنه وتعطي صبعي حق الطير تحمل اول عظة عن تجربة وهي طير عظة خليه سويها ثاني ثالث رابع مرة بنفس الوقت ما رح يطرح تلقى يذوق مع الايام والاستمرارية خلاص الطير ما عيض بس من تعطي صبعك بدون عسل الفكرة حتى لو تحط شيء حالي مش عطي عسل تحط مثلا فهمت غصدي ايه حالة او شكل او شكل او شكل او الشيء اذا تابعون الطريقة 100% يعني ممكن تبحثون بالنت اكتب طريقة وإذا نبدأ الطريقة أو شيء يونيكورس أحبيب أورك كلمة أخيرة أقول لنا كلمة أخيرة أول شيء كل واحد يشتري كاسكو أنا بسوي حملة حملة كاسكو بكل بيت كويتي لأن طير ونيس طير يتعلق براعية مع الوقت طبعا يتكلم هو بالبداية بعمر استشوري يدي يتكلم مع الوقت بعد سنة سنتين ميست الكاسكو أنه يبنبرط صوت رائية غير عن الأمازون الأمازون يلحن جمل طويل الكلمات الكاسكو ميست لا يبنبرط الصوت 100% ويقلت كل شيء الكاسكو طقت الباب طقت الجرس تغريد الكناري طبعا إسم الخدامة إسم الخدامة إذا قلت تلفون يقول ألو هذا هم موضوع ثاني في ناس يأخذ طير يبي يتكلم يحطه بالبيت بدون لا يلغنا فراح يقول إسم الخدامة ويقول دقي التلفون يقول ألو الكاسكو يتكلم ويعفظ جمل تبي يتكلم لازم تلقنا لازم يقعد معاه فترة الصبح فترة المغربية الطير يكون استيعابة شوية يعني منتبه وتلقن الكلام اللي أنت تبي يقوله يعني الكوكاتو لأنه شخصيته شخصية قطوة على طير يعني يكون طير يتعلق براعية بس في نغطة سلبية طبعا كل طيور ازعاج أول شي اهتموا بطيوركم رغم واحد التقذية أهم شي حب شمسي لا تعطي طيرك رغم اثنين طلع طيرك كل يوم لا تخلي بالقفص أحساس يوالف وياك ورغم ثلاثة يعني تحولات الجو أو الطقس علاتهم صيف اشتاء الحنياين اللي اشتاء يعني خلد الرجسة ها دائما 25 و 20 اللي ثلاثين مناسبة وحط دفايا لازم وسلامتكم مشكور مشكور يا ابو براك ما قصرت على دعوتك لنا والمعلومات الغيمة الله يسلمك لغاء سلس وممتع الله يسلمك حبيب ما قصرت عزنا المشاهدين اتمنى ان يكفينا ووفينا وياكم ونشوفكم ان شاء الله بحلقات أخرى السلام عليكم اشتركوا في القناة